علاء الخطيب وهو صحفي سوري يبلغ من العمر 34 عاماً يشعر بالظلم عندما يقارن نفسه بصحفي البلدان المجاورة ويقول إن الحظر التكنولوجي المفروض على سوريا يساهم بشكل كبير في تأخره التعليمي والمهنية ويضيف الخطيب أن الصحفيين في البلدان المجاورة قادرون على الوصول إلى المحسوى التعليمي لأي موقع بسهولة كبيرة وهذا ما يعتبر مهمة شاقة وشبه مستحيلة أحياناً بالنسبة للمقيمين في سوريا الفجر الغميلي هي بيني أنا كصحفي سوريا وبين الصحفيين البلدان المجاورة أنا أفكر بين أنا وصلت وين الصحفي مثلاً قريب مننا مثلاً بالإردن وين وصلوا هنو موز بإردن بلبنان كذلك هم نحكي أقرب شيء هو مثلاً للإردن وين هني وصلوا وين هندي الفرص المتاحة إلي والفرص المتاحة إلي اللي عم تخليني أنا في فجوة أنا شايفة كتير كبيرة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا بدأ العالم بالاعتماد أكثر على مواقع الانترنت والتطبيقات لعقد مؤتمرات واجتماعات وورش عمل في كثير من المجالات لكن العقوبات الأخيرة التي فرضت على سوريا في العام 2020 شاملت عدداً من أهم تطبيقات الاتصالات كمكيسو الحذر لم يقتصر على تطبيقات الاتصالات بل تعداه ليشمل مواقع تعليمية مثل موقع كورسير الشهير ومواقع ترفيه أخرى تم حجبها بعد حزمة العقوبات الأخيرة على دمشق وهو ما يعني حرمان جيل كامل من السوريين من أساسيات الحياة كالتعليم والترفيه الوضع الاقتصادي المتداهر دفع الكثير من السوريين البحث عن عمل ثاني يوفر لهم مصدر دخل إضافياً لكنهم يصطدمون دائماً بصعوبة الدخول إلى مواقع العمل الحر وباستحالة استخدام خدمات الدفع الإلكترونيك ما يضطرهم إلى الاستعانة بطرف ثالث من أجل تحصيل أجل الخدمات التي يقدمونها إلى جانب كل هذه التعقيدات فإن السوريين محرومون بشكل كامل من التسوق عبر الإنترنت عبر مواقع التسوق وذلك لتعذر دفع ثمن المشتريات ولعدم وجود شحن إلى سوريا شكرا